جملة من الانتقادات تعرض لها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله عادل عبد المهدي عقب منحه ثقة البرلمان من قبل خبراء في شؤون القضاء ومحاربة الفساد ونشطاء مدنيين لا سيما بعد تلوح عبد المهدي بمقاضات الأشخاص الذين يوجهون اتهامات علنية بالفساد إلى بعض المسؤولين عبد المهدي توعد مطلقي اتهامات الفساد ضد مسؤولين حكوميين بتقديم أدلة على ادعاءاتهم خلال أسبوعين وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم تم حسم أو حصر أربعين ملف مهم جداً لطرحها في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وإذا بنا نفاجئ أن المجلس بدل أن يذهب إلى الحيتان الكبار الذين سرقوا ثروات البلد ويذهب اليوم إلى الصحفين والإعليام اللي يقول لهم لا تتحدثوا المراقبون لملف الفساد في العراق شككوا في قدرة المجلس على اتخاذ خطوات جدية في اتجاه تقديم كبار الفاسدين إلى العدالة ومحاسبتهم فيما أكدوا عرض العديد من ملفات الفساد والتهريب في المجال النفطي والمخدرات والمنافذ الحدودية على المجلس حد الآن عرضت على هذا المجلس ما يقارب سبعين ملفاً شائكاً من ملفات الفساد ولم نشاهد لحد الآن أي تحرك تجاه هذه الملفات بسبب لأن أغلب المسؤولين على هذه الملفات هم من الشخصيات المتنفذة بالدولة فما أعتقد أنه سيستطيع أن سيد عادل أبد المهدي أنه ينفذ خطط تجاه محاربة هذه الملفات بيان المجلس الأخير ثار الكثير من علامات الاستفهام حول رغبته الفعلية في محاربة الفساد بدلاً من تخويف المخبرين عن الفاسدين والتهديد بمقاضاتهم إذ قال رئيس هيئة النزاه الأسبق رحيم العقيالي إن تهديد المجلس باتخاذ الإجراءات ضد المخبرين سيكون مانعاً من تشجيع المخبرين وسيدفعهم للعزوف عن التحدث وتداول المعلومات التي تصل إليهم عن الفساد أما المرصد العراقي لحريات الصحافة فقد أكد أن مجلس مكافعة الفساد يمارس سياسة الترهيب ضد الإعلام في الوقت الذي حذر من الطريقة غير الملائمة والصادمة في إدارة ملف مكافعة الفساد والتي قد تقضي على فرص مواجهة المفسدين والمافيات المرتبطة بهم خشية نشر أخبار ومقالات رأي تدعو إلى إجراءات رادعة ضد المفسدين وبسبب تداخل ملفات الفساد مع النفوذ السياسي للأحزاب المتحكمة بالسلطة والتي عرقلت فتح الملفات للتستر على نهب ثروات البلاد الذي قامت به خلال السنوات الخمس عشر الماضية احتل العراق المرتبة 69% من إجمال 180 دولة مدرجة في مؤشر الفساد الذي عدته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي